اهلا بالمتابعين الكرام في هذه الحلقة والحلقة القادمة سوف نحاول الغوص معا في دهاليس مادة الفيلولوجية لدراسة النص القرآني ونرى مدى تأثره بالموروث التقافي الذي سبقه وهيئ له طريق النشأ والظهور هذه الدراسة أخذت أساسياتها عن أستاذ الدكتور كريستوف ليكسنبرغ وبعض أجزاء منها موجودة في كتابة القراءة السوريانية الآرامية للقرآن ثم حاولت مقارنتها بالنصوص القرآنية والتأكد من مصداقيتها وقوتها كدراسة نقدية للقرآن بالمعنى الإيجابي للكلمة وليس تعديا على النص كما يعتقد بعض المعارضين لطرح القرآن تحت مجهر البحث النقدي كما حصل الكتب المقدسة الدينية الأخرى نبدأ أولا بكلمة قرآن من أين أتت وما معناها عندما ندقق في كلمة قرآن نجدها مكونة في الأصل من شقين الشق الأول قرى بمعنى تلا وقرأ وفي اللغة الآرامية قرى معناها يقرأ يدرس يدعو ينادي إلى آخره ولا زال هذا المصطلح يداول في شمال أفريقيا نقول قرى بمعنى تعلم نقول فلان قاري معناه درس ومتعلم والشق الثاني هو آن في آخر الكلمة بلسان عربي كما هو الحال في اللغة الآرامية كذلك تفيد الصفة أو تحقيق فإذا كانت الكلمة غير معرفة بل في أولها فهي تفيد الصفة نقول على سبيل المثال عطشان فرحان كسلان سكران إلى آخره أما إذا كانت الكلمة معرفة بل فتكون للتحقيق نقول الرحمن معناه الرحمة الحقيقية أو كلمة الحيوان معناها الحياة الحقيقية كما جاء في صورة العنكبوت الآية 64 وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون إذا من خلال هذا الشرح يمكن القول بأن كلمة قرآن تعني صفة القراءة والسؤال المطروح عن أي قراءة نتحدث خاصة عندما يبدأ النص القرآني بأول كلمة في الرسالة المحمدية كلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق فمن خلال السيرة النبوية والمرويات الإسلامية نفهم أن المجتمع الذي عاش فيه الرسول محمد نصف قرن من حياته كان مجتمعا وتنيا يعبد الأصنام والأوتان وبالتالي لا يمكن للرسول أن ينهل ويأخذ معرفته من هذا التراث الوتني ليقدم لنا بديلا أفضل مما تربى عليه وكلمة قرآن تعني نوعا معينا من القراءات لكن ليست من الثقافة الوتنية وبالتالي لا شك أنها من ثقافة مجاورة أو محلية غير وطنية استعيرت مصطلحاتها من أجل بناء هذا التعليم الجديد والمغاير للتقافة السائدة فإذا قلنا أن القرآن هو كتاب مقدس للمسلمين فهل كان لأهل القريش كتابا تعليميا مقدسا يمجد الآلهة العرب ويقدسها الجواب لا لا وجود لكتاب من هذا النوع في الموروط العربي القديم ولم يسمع به أحد والقرآن هو أول كتاب عربي وفي نفس الوقت كتاب مقدس للمسلمين فما نجده منتشرا بقوة في تلك الحقبة القرن السابع الميلادي هي كتب قراءات أو كتب تلاوات أو كتب الفصول كانت تسمى باللغة اللاتينية لكسيوناريوم أو لكسيوناريوس بدأت تظهر على الساحة الدينية المسيحية على الخصوص بداية من القرن الخامس الميلادي فقبل هذا التاريخ كانت الكنائس تقرأ الكتاب المقدس بعهديه القديم بين قوسين التناخ والجديد وهي الأناجيل الرسمية والرسائل ثم قام بعض رجال الدين المسيحيين مثل القديس غيناليوس ماسيليا بجمع مقاطع من الكتاب المقدس لقراءتها أثناء الاحتفال بالقداس الإلهي وهي الكتب التي تسمى كذلك بالكتب اللوترجية للصلوات في الكنائس التقليدية وتسمى هذه الكتب في اللغة السوريانية بقريانة ويقول الدكتور كريستوف لكسنبرغ في كتابه القراءة السوريانية الأرامية للقرآن أن الكلمة تعني حرفيا درسا كتابيا أو قراءة ومنه اشتقت كلمة قرآن لأنه يتضمن مقاطع من الكتاب المقدس وبالرجوع للكلمة اللاتينية لكسيوناريوم والكسيوناريوس نجدها تعني جمع مقاطع من الكتاب المقدس وترتيبها حسب الأعياد والمناسبات الدينية خلال السنة فكانت الكنائس حسب المداهب والطوائف تجمع مقاطع من الكتاب المقدس عفوا ثم ترتبها لقراءة من أجل جعلها مواعد ودروس دينية للمؤمنين وهذا بالضبط ما نجده في صورة القيامة تقول الآية لا تحرك به لسانك لتعجن به إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه من الآية 16 إلى الآية 19 فقراءة الكتاب المقدس بطريقة متواصلة وسريعة لا فائدة منها والأجدر أن تجمع بعض المقاطع المهمة منه بين قوسين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إشارة للبعيد ثم تقرأ هذه المقاطع حسب المناسبات الدينية وبعد ذلك يأتي البيان والتوضيح وشرح لهذه المقاطع كموعظة حسنة أو كموعظة حسنة وخطبة نافعة للمؤمنين من أجل بناء الأمة والمجتمع قد يقول قائل كيف عرفت أن الإشارة للكتاب المقدس الجواب موجود في القرآن نفسه حسب سورة مريم على سبيل المثال واذكر في الكتاب مريم الآية 16 واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا الآية 41 واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا الآية 51 واذكر في الكتاب إدريسة بين قوسين أخنوخ وغيرهم من الأنبياء والشخصيات الكتابية فهناك من سوف يعترض كذلك بالقول الكتاب هاهنا يعني القرآن حسنا فلو سلمنا جدلا بهذه الفراضية فماذا عن سورة يونس الآية 37 وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين إن معظم علماء الإسلام فسروا تصديق الذي بين يديه بالتوراة والإنجيل بمعنى الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد وهذا القرآن هو تفصيل لهذا الكتاب وهذا موجود كذلك في آخر آية في سورة يوسف وكذلك سورة هود الآية الأولى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أحكمت آياته أي لم تتغير ثم بعد ذلك فصلت من لدن حكيم خبير كما تدل الآية الثانية تفصيل كتاب جاءت في العديد من الآيات ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون الآية 52 من سورة الأعراف انظر كذلك لدقة الآية 114 من سورة الأنعام وبعد ذكر هذا التفصيل جاء في خمس آيات أخرى قوله أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين من هم الذين آتيناهم الكتاب؟ هذا السؤال لا شك أنهم اليهود والنصارى كما هو ملموس في سورة العنكبوت الآية 46 ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن والأحساب كذلك الآية 26 والحديد 29 وصورة الحشر الآية الثانية والآية 11 وصورة البينات الآية الأولى والسادسة وغيرها من الآيات يكفي أن نجد 137 مرة ذكر للنبي موسى حتى نعلم أن القرآن هو كتاب لترجي للصلاوات كصلاة الفجر أي صلاة باكر التي ذكرت في صورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا الآياء 78 وقرآن الفجر هي المقاطع التي تقرأ في صلاة باكر فتبدأ بالتسبيح لله لنيل المقام المحمود وهو الجنة والإقرار بنعمة وجود الحق وخروج الباطل بالمقارنة نجد صلاة باكر في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على سبيل المثال تقرأ الصلاة الربانية أبنا الذي في السماوات موجودة في إنجيل متى إصحاح ستة العدد من تسعة إلى تلتاش أو إنجيل لوقة إصحاح أحداش من العدد تنين للعدد أربعة ثم المزمور الخمسون ثم بعد ذلك رسالة أفاسوس إصحاح أربعة من العدد الأول إلى العدد الخامس ثم قانون الإيمان وما يقابلها من نطق بالشهادة نكتفي بهذا القدر ونواصل الحديث في هذا الموضوع في الحلقة المقبلة فكونوا معنا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر